السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد عبد الله وصحبه وامن وعلا اهلا بكم في سنة اولا كمبيوتر براعات موقع ترلم محدثكم ابراهيم عبد الحميد طلب كل الهندسة جمهورة مصر رعبية رقمة رفونات زور ستاشر خمسين سبعة عربين ترتمية تسع عشر زور سبعة عشر خمسين خمسين اتنين سبعتين ستة ستة وتسعين لرن اونلاين وان ات جيميل دوت كوم فهرو جروب ات سنتحدث عن حاجة مهمة جدا الحلقة انوانها يعني ايه برنامج يعني ايه برنامج ده بيتضمن مجموعة عناصر ومجموعة موضوعات مهمة اوي فارجو ان نكونوا مركزين معايا جدا في الحلقة ديت عشان نفهم يعني ايه برنامج عشان نفهم يعني ايه برنامج كنا قلنا ان الكمبيوتر بتكون من حاجتين رئيسيتين هم الهارد وير والسوفت وير الهارد وير ده اللي هو المكونات المادية للجهاز الحاجات اللي بشوفها بعنية وبلمسها بأدائي ايه الصوفت وير دي الحاجات اللي انا بتعامل معها جوه شاشة الكمبيوتر حاجات اللي انا بتعامل معها جوه شاشة كمبيوتر زي الصوفت وير بتاع الموبايل بالزبط ليه الحاجات اللي موجودة جوه الموبايل الامكانيات والخواص اللي موجودة جوه الموبايل اللي انا بتعامل معها كويس فالهارد وير ده اصلا او المكونات المادية ديت اصلا ملهاش لازمة ليه لانها جماعة انما الصوفت وير هو اللي بيخلي لازم. هو اللي بيخلي لها اهمية. وده عن طريق ان هو بيجد صيغة تعامل مشتركة ما بيني انا الانسان وما بين الجماد. فهي دي الفكرة. ده اللي هي البرامج اسمها البرامج البرامج والتطبيقات هي صور الاستفادة من البرنامج. يعني لما يكون عندي برنامج واستخدمه في حاجة مفيدة. مثلا عندي برنامج بيعمل صور وانا استخدمته فاطلعت الصورة. انا عملت تطبيق البرنامج. كويس? فده هي البرامج والتطبيعات. اللي هي صوفت وير. فاشهر واهم واخطر انواع البرامج هو نظام التشغيل اللي هو الوبراتينج سيستم. اللي هو عندنا ايه? ويندوز اكس بي. ده البرنامج اللي بيتفاهم اللي هو العمود الفقري لتفاهم ما بيني وما بين الكمبيوتر اصلي. ما بيني وما بين الجهاز اللي هو الجماد ده. خلاص? فده اضافة اليه بتيجي بعجموعة من البرامج مع الويندوز ومع غير الويندوز. يعني بتيجي من بره الويندوز بتضاف على جهاز الكمبيوتر بتاعي بتأدي غرض مفيد. يعني مسأل. هنجيب من قائمة start all programs. اي برنامج بسططه على الجهاز. هنعرف اي بسططه كمان شوية اي برنامج. بسطط الجهاز بيبقى موجود عندي في ال all programs. او مراحل الابنت ادي برنامج الرسام. ده برنامج يستخدم في الرسم. يعني قد الرسم فيه رسم الحر اللي هو الرسم اللي بناخده ايه? في في المدارس. ان انا ارسم واشخبط بألم اصاص ولا لون زي ما انا عايز واعمل كل الحاجات اللي انا محتاج. فقدر رسم اي حاجة واقدر استخدام البخاخة كمان واستخدام اي حاجة انا عايزها و اظلع المهورة في الرسم ايضا برنامج رسم سرعة عادية رسم رسم شهير جدا يوضع برنامج رسم组 شهير جدا ايضا برنامج رسمها اسمه على الأوتوكاد هذا برنامج رسم شهير جدا ايضا برنامج رسم هندسة يعني بيستخدموا المهندسين والرسامين لهم علاقة بالهندسة عشان يرسموا ازاي مسلا عايزة رسم المستطيل هجيب المستطيل اهو كده رسمته مستطيل كويس وعندنا عايزة احط في مكان معين خط كده رسمت الخط عند الخط ده ازياد شوية في قصية عند اسمها تريم زيت الخط الازيادات في خط هذه الفكرة اللي بيبني عليها المهندسين سواء مختلف تحصصاتهم المهندسين بتوهم ميكانيكا و بتوهم مادني و بتوهم ماماري بيعتمدوا عليها في انهم يرسموا يعني البرنامج التوكات ده مهم بالنسبة لهم كلهم البرنامج ده بيعتمد على ان انا برسم كأنه برسم بقلم ومسطرة و برسم بالسانطر و برسم بالملي ماشي فهو برنامج مهم للناس ده ده تطبيق معين لالبرامج او ده مسهل على البرامج اللي احنا بنتكلم عليه كمان في برنامج تاني اللي هو من البروجرامز كمان هنطلع نجيب من اكسزوريس هنقوم داخلين على الورد بات ده برنامج كتابة هون جاي انا نخلي الخط في الوسط وبعدين نكبر الخط مخليه خمسين وكاتب باسم نحول اللغة باسم الله الرحمن الرحيم خلاص الخط ده اللون ده مش عاجبني اعلم عليه اتخذ الخط شوية عن طريق البولد ديت وبعدين الاي تخلي خط المال وخلي تحتها خط وبعدين اجي من هنا اغير لونه خط خلي اعلم خلاص يبقى ده برنامج كتابة ده اللي انا بستخدمه في كتابة اي حاجة على الكمبيوتر وبرامج تانية مشابهة ليه ومشهورة اشهر منه طبعا ده برنامج مبسط الورد بدا في برنامج موسع اللي هو الورد او المايكروسوفت وورد بس اللي هو ام اس هنبقى نستعرض كمان آآ تفاصيل اكتر عن برنامج البنت والبورد والآآ 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 والنوت باد الحاجات دي كلها نبقى نستعرضها في حلقات اخرى مثلا اولا الكمبيوتر خلاص فهمنا بقى ان البرنامج من الامسلة ده فهمنا البرنامج ده بيمثل لي حاجة مفيدة استغلال مفيد للكمبيوتر كمان البرنامج بيشغل لبعض الحاجات اليوم ماوجود على الجهاز مثلا. وانتخذنا عمر أبراهيم عبد الحميد سأجد برنامج اسمه Windows Media Player الذي هو يشغل الصوت وصورة على الجهاز. لكنه يشغل كل الصوت وصورة. يشغل الصوت والصورة المعترفة به بميكوسوفت اور getting camera in the M2部. هنالكي ما يشغلها برنامج البرنامج ويضع رسمته او علامته على قلب الحاجة اللي هو تشغل. خلاص. الميديا بلار كاس. كمان ده برنامج بشغل ايه؟ يشغل الصوت والفيديو يشغل حاجهات الصوت بس والحاجات الصوت والصورة اللي هي الفيديو. خلاص. ده برنامج الورد. حط الايكونة بتاعته والرسمة بتاعته عليها على صوة تدعيم وصيان. ده كتاب. خلاص كتب في صوة تدعيم وصيان. كويس. في برنامج جمان بيجي آهو الرسمة ديت. يعني الحاجة اللي جوة دي صورة. كل واحدة بعرف هي اللي موجود جواها عن طريق الايكونا بتاعتها فالايكونا دي مرسومة على صورة الايكونا دي بتاعت صوت او صورة ايكونا دي بتاعت صوت او صورة خلاص صوت او فيديو يعني ودي كمان بتاعت صوت او فيديو لما اضغط عليها اعرف وهي ده صوت ولا فيديو مهم ده بتاعة كمان الصورة شادة لو ضغطتها هيظهر لي صوت الشادة ده برنامج اسمه windows picture and fax viewer اللي هو ايه اللي هو بيستخدمه الويندوز على طول في انه يقوم بالصورة خلاص ده نستخدمه في كتابة الكتب لأنه يحفظك الكتاب بحيث أنه لا يمكن أن يعدل فيه هذا هو برامج هذا هو أصل البرنامج بمعنى أن هذا البرنامج لم يستطب لذلك حضرتك لو فرضنا أنك كاتب في عقد معين أنه لن يتاح لك استخدام مثلا شهر حيثة أرض لكن لن يتاح لك استخدام حيثة الأرض إلا بعد شرطه معين مثلا تقول سديت خمسين في المئة من ثمان الأرض فأنت سديت مثلا الجزء ولسه ما وصلتش خمسين في المئة فأنت هنا شرط شرط البرنامج يستهد عليك شرط أنك تنتفع به هو أنك تستطبه يعني تستطبه يعني تجعله يتوافق مع النسخة ويتفق مع الويندوز على أنه لا يشتعله مع بعض فأنا عشانا أستطب البرنامج أضغط عليه ضغطتين سنرى حالا على فكرة التسطيق أضغط عليه ضغطتين بحيث أن أنا أعمل عملية تفاهم منه وما بين النسخة فتروح منه نسخة لبرتشان السي لا تضغط عليه شيء لأنه يكون هناك لو فتحناها نلاقي البرامج والبرامج 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 والدوكيومنت والمتعلقة اللي بتختلف من شخص لشخص هذه البرامج اللي انت مستطبها وهذه نسخة الويندوز اللي انت مستطبها عندك على جهاز لكي يشتغل حسنا كوي جدا لو خرجنا و وجعنا البرامج عبد الحميد دولة نموذاجين للبرنامج من أحفظ شكل الايكونات هذا معناه أنه برنامج فالبرنامج لو أنا مش عارف هو يعمل ليه ما استطبوش لو البرنامج أنا مش عارف هو يعمل ليه ما استطبوش لانه لما يستطبو بياخد جزء من إمكانيات الجهاز بياخد جزء من رمات الجهاز يعني بيقلل من كفاءة الجهاز ممكن الجزء ده يكون بسيط بس انا ليه سطب حاجة أنا مش هستخدمها أصلا فهمنا فكرة التسطيب ان هو يتفعل ان هو يتحقق له الشرط عشان تقدر تستفيد به بان يروح نسخة منه هذا مضغوط يعني مثلا ده مساعته مثلا واحد ميجر يتفك ليس شرط ان هو عندما يتفكي تبقى مساعته أكبر من واحد ميجر او تبقى عشر ميجر او تبقى ميت ميجر بس المهم ان الفايلات اللي موجودة ده ده موجود ده حاجات يعني انت لو ضغطت عليها مش هتتفتح مش هتلاقي حاجات ده لا فيه حاجات مستخبية ده الحاجات دي بتروح منها نسخة الباطشن السي اللي احنا رحنا له حالا فقال بالبروجرام فايلز بحيث انه حصل اتفاق ده دوقتي ما بين الويندوز وما بين البرامج وما بين كل الاجزاء الكمبيوتر على ان البرنامج ده اشتغل فقدر اشغل الرسام اقدر اشغل خلاص برنامج الافانت ده لو سطبناه اهو انا مسطب برنامج الافانت فعلا فنتفرج عليه وبعدنا هنرجع لنشوف ازاي نسطب برامج هنقفل ده كمان ده برنامج الافانت برنامج برنامج بيساعدني على تصفح الانترنت البرنامج ده بس هو مسته عن الانترنت اكسبرو او مست النسخة اللي انا بحطها دقيت عشون هي نسخة بالعربي وسائل التعامل يعني اي حد يقدر يتعامل معها بكل سهولة وبتعامل معكم طبعا النت يتقل شوية فالبرنامج مش المهم مشوفنا شكل البرنامج ده البرنامج فانا لما سطبته قادر استفيد بيقدر شغاله طب لو ما قدتش بسطبه ما قدتش هلاقي اصلا الايكونة دي على الديسك توب يعني ايكون بتاعه قادر شغاله في الالبروغرامز يبقى يشغله من ايه وهو موجود منه نسخة في الالبروغرامز ويبقى موجود منه كمان نسخة على الديسك توب ممكن ان يشير بتاع الديسك توب بس غالبا غالبا او يعني 100% من البرامج بتحرس على انها يضاف لها نسخة في الالبروغرامز كمان ممكن ان تضاف لها نسخة في الالبروغرامز وتضاف لها نسخة في الالبروغرامز بعض البرامج يعني هي نظر مختلفة المهم ففهمنا عن ايه برنامج وفهمنا عن ايه فايل وفهمنا اشكال الفايلات وفايل ايه عن طريق الشكل ده مكتوب عليه و يعني وورد يعني لو فتحته هلأي كلام ده مكتوب بدي اف يعني هلأي كلام برضه بس لأي كلام كتاب ده انا ممكن اعدل فيه عشان هو وورد يعني اكتب فيه اللي انا عايزه اشيل اسم الراجل اللي كتب الكتاب وحط اسمي وانما هنا ده مش ممكن خلاص اتهتها دولت ده وده وده اتهتها دولت يا اما صوت يا اما فيديو يا اما حاجات صوتية اسمعها بس يا اما حاجات فيديو آآ قدر اسمعها واشوف بعد جده الشدة اللي هي الصورة بتاع الشدة الخشبية بعد جده البرنامجين اللي احنا استعرضنا اشكالهم برنامج افانت وبرنامج افاست عشان مجرد نمعارفين شكلهم هنستعد الموضوع دي بتفصيل في اجزاء اخرى من سلال الكمبيوتر كاميرا في برانج اللي موجودة مع الويندوز واسهر برامج اللي موجودة مع الويندوز و هنستعدها سريعا سناداع بعض مع المق Igor المهمة جدا احناار مع الويندوز هنلاقي هنا برنامج الكالي كوليتةو ده برنامج لالها لحزب لو ضغط علىها يفتح لي لالها لحزب ايل services عليها كان funny ثبث يعني ك spraybed james best كان تو élab insinue 12 زائد 12 وقال لهzil 12 اهو خلاص هقفل الاحاسب. يمكن تلاقي عندك اه شكلها مختلف في نسخة الموندس بتاعتك. برنامج النوت باد. ده برنامج كتابة بسيط جدا. برنامج كتابة بيكتب بس. يعني ما فيهوش اي خواص. غير تجبير الخط والتصغير. خلاص. ده برنامج كتابة مبسط جدا. فيه برنامج كتابة تاني اللي هو الورد باد اللي احنا كنا جامعينه من شوها ده اكثر تعقيدا. مش اكثر تعقيدا بقى. فيه امكانيات اكتر من النوت باد. خلاص. فيه كمان اللي احنا جمناها الرسام اللي هو بيرسم. دي برامج كلها جاية مع النسخة. فيه برنامج هنا هو اللي هو اسمه ايه? ده لو انت عايز تسجل صوتك لمدة دقيقة. ده بيتيح لك دقيقة وممكن تستقنف. بس ده برنامج ضعيف يعني. في تسجيل الصوت. بس لو انت عايز تسجل مقطع صغير صوت بس. يعني مسلا ان طفل بيقرأ آآ آية قرآني. فانت هتسجلها من هنا كأنك عادة التسجيل هتوسع على الزهر التسجيل ده وهتسجل عادي جدا. مفيش مشكلة. ده اسمه جاي مع النسخة بردك. في مجموعة من الجيمز جاي مع النسخة. دي جمان جاي مع النسخة. برنامج ده وهنا برضا من اهو. ده بيبقى جاي مع النسخة كمان. برنامج ده بقى جاي مع النسخة. خلاص ده بيخلان صفح النت ده بيخلينا اتصفح الايميل بتاعي او اقلب فيه او اعرف اللي جاي. برمج اللي تحت بقى. آآ الوندوز ميديا بلالا اللي انا بقول عليها وده جاي مع النسخة عشان يشغلي الحاجات الصوت والفيديو. كويس? لو انا عايز اعمل افلام آآ فيديو. يعني ده برنامج بتاع منتاج. اللي هو قص ولزق الفيديوهات وتزبيطها وتعديل الصوت وتدخيل صوت على صوت. وآآ احول الصور لفيديو. حط شوات صور مع بعض تعملي فيلم فيديو. واركب عليها الصوت واعمل كل اللي انا عايزه. ده برنامج منتاج. خلاص? دي كلها صور برامج. البرامج اللي تحت دي كلها برامج انا اللي مسطبة. يعني انا اللي مخليها فعالة. مش جاي مع النسخة. كويس? كويس جدا. دي امثلة البرامج اللي موجودة على الجهاز الكمبيوتر. بتاعي وجاية مع النسخة. في حاجة تانية بقى البرامج. عيني. هنصتع اهم يعني عитай الاشكال الايكونات بتاعة البرامج. كل دي اфф اشكال ايكونات بتاع البرامج. بس ده السورس زي ما قلنا. ده القاصل. يعني البرامج hoarenity ليست مستطبة عندما دي البرامج. يعني بعضها يمكن يكون مسطبة. بس يعني. اصلا معنى وجودها كده ان كده هي ملاش لازمة. كده هي ملاش لازمة. كده هي و obtending رغمس مع الحاجة. كان دي هنو برامج عاطلة لانها اول ما تستطى بيبقى خلاص بقى لها وظيفة عندي على الجهاز وخدت مساحة اكبر وخدت امكانيات اكتر وممكن نعملها كل حاجة خلاص فهنستعى بس اشكال الايكونات بتاعتها عشان نتعرف على البرامج سنة بسنة ان الموضوع مش يجب مرة واحدة ده برنامج اسمه الوين رير ده بيضغط الملفات يعني حاجة مساحتها عشرة بيخلي مساحتها سبعة او خمسة بس ما ما تقدرش تشغالها هو بيضغطها بحيث ان هو بيطبقها يعني بيطبق الحاجة طب امال ايه فايدته لما انا رغط الحاجة ومش يجب اتشغالها في اني انقل على النت او انقل على او انه على استوانه الحاجة ديت يعني انقلها من عنده من حد لحد فهماد انحز او كان انقل له colored ميجا فهزاني للتسعمية على السبعمية ما ينفعش فلازم اضغط التسعمية فلما اضغط التسعمية هلاقيه مسلا نصل السبعمية او وصل ستمائة وخمسين خلاص فاقدر انقله لما روح هناك عند الراجل اه وديله لصوانا هياخده مواقبي وبعدين يفكه يبقى بيحصل هنا عمليتين عملية الاولية كومبريشن العملية التانية الاكستراكشن عملية اولية ضغط اللي هي كومبريشن ان انا ضغط الملفات يعني اصغل مساعتها بس اصغل مساعتها وافقد القدرة على تشغيلها العملية التانية الاكستراكشن ان انا نفكها ويبقى عند القدرة بقى ان انا شغالها على تشغيل طبيعي تمام هي ممكن وايه معمولة كومبريشن انا شغالها بس بتحتاج نفس المساعة على الجهاز يعني هي بتتفك الاول وبعدين بتشتغل واول ما تقفل بتتضغط تاني خلاص ده ممكن انما في الغالب احنا بنضغط وبعدين ننقل نودها حتى كمان وبعدين نفك الكلام ده هنستعده في الفيديو المتعلق ببرنامج الوين ريل اللي هو برنامج ضغط الملفات ده برنامج الياهو مسنجر اللي هو عندي ده برنامج الياهو مسنجر ده برنامج المحادسة اللي هو اللي هو اسمع صوتهم واشوفهم واكلم معهم لو عندي مايك لو ما عندش مايك بكتب بس خلاص ده برنامج الياهو مسنجر اللي انا بفتحه بالايميل بتاع لو عندي ايميل على شركة ياهو لو انا عز طب من هنا ده ده فيه اصدارات بقى للبرامج يعني البرامج مش الشركة بتصدر البرنامج مرة واحدة لا ده بتصدره وبعدين بتحدث فيه وتحدث فيه تاني وتالت ورابع وخامسة فكل شوية بنزل حاجة جديدة مش شرط ان الجديد احسن مش شرط ان الجديد احسن ممكن يكون القديم مناسب فانت ما تجيبش البرامج الحديث على الفاضي والمليان لا انت شوفِ اذا كان برنامج برنامج جديد ده فيه حاجة مفيدة? في حاجة زيادة؟ في حاجة مهمة? بالنسبة لك انما اذا كان البرامج يعني لا فيه حاجة جديدة ولا فيه حاجة ناقصة خلاص ماتتجيباهاش ده برنامج النيرو ده بينسغل الاسطوانات ده برنامج الاوبين اوفيس اللي هو زي الورد والباوربوينت والاكسل والاكسس البرامج اللي جاية مع مجموعة مركسوفت اوفيس بس ده الناس عاملها مش ببالاش عاملها يعني ايه عاملها اوبين سورس يعني مفتوح يعني اي واحد بيفهم في البرمجة يقدر يطور في البرنامج ده خلاص انما البرامج التانية بتاع الشركات الشركات بتبقى عاملها مقفولة عشان اه الشركات عايزة تبيع وتكسب انما الناس هنا غلطة مش انها تبيع وتكسب غلطة انها تطور وتحسن الصناعة ده برنامج الكودك اللي هو ايه الكي لايت عشان اه عشان اشغل اه كل اشكال وانواع الفيديوهات خلاص ده برنامج الفلاش اللي هو بيعمل الفلاشات اللي لا ما اتفرج عليها اللي هي الصور المتحركة حاجة كده زي الانميشن او زي افلام الكاتون ده برنامج بتاع الصوت انا مستعب بس اشكالهم وهنبقى نستعرض كل برنامج منهم او البرامج المهمة منه من اول التسطيب والفاك لحد لحد التشغيل والاضافات اللي موجودة فيه وظروفه وعامل ازاي ده برنامج جوجل كروم اللي هو بتاع تصفح الانتراليت اللي عندي الشركة جوجل ده برنامج الادو بريدر اللي هو بيقرأ الملفات اللي قلنا عليها البيدي اف يعني البرنامج ده اي برنامج بيشغل حاجات معينة فاني لو عندي حاجة بيدي اف ما فيش حاجة هتقرأها غير البرنامج ده او البرامج اللي زيبه يعني لازم برنامج بيكون باسمها ياد عامل بيدي اف عشان يشغل الحاجات ده خلاص هنا ده مش قط المهم ده برنامج الكاسبر اللي هو برنامج انتفايروس ايه بقى يعني انتفايروس يعني برنامج مضاد للفيروسات اي انتفايروس يعني برنامج مضاد للفيروسات يعني بيعمل ايه يعني بيشوف الجهاز بتاعي اذا كان عانيت فيروسات بيمسحها واذا حد حاول يدخل فيروسات على جهازي هو بيشوفها وبيمسحها كمال خلاص ما احنا استعرضنا اشكال مختلفة للبرامج لحد الوقتي اه واشهر البرامج اللي انا هحتاجها هنبقى نعمل قايمة اذن ان شاء الله باشهر البرامج الي احنا هنحتاجها والى الى اللي احنا اتعاملهم Blizzard quieres انا استعرض قائمة باشهر البرامج ان شاء الله اللي احنا هنحتاجها لان الفيديو ده يكون له توابع تانيا ان شاء الله نرجع للموضوع كنا فتحنا المرة اللي فاتت اللي هو ايه يعني ايه امتداد قلنا ان الامتداد ده لو جبنا نوت كده قلنا ان الامتداد ده يعني بكتب اسم الحاجة مثلا يعني ايه ويندوز الفيديو اللي احنا عملناه طبعا بيكتب انجليزي يعني ايه ويندوز كويس بعد ما اكتب اسم الحاجة بعمل نقطة وبعدين بقوم حاطة تلت حروف او اربع حروف او خمس يعني مش مش العدد مش مش كلا بس المهم ان هي نقطة وبعدها تلت حروف غالبا تلت حروف احنا نقول تلت حروف اختصار لنا بس هو ممكن تلتة او اربعة وخمس عادي فانا اول ما الكمبيوتر يشوف الجزء بتاع الدم اللي يقوم فيه ده يعرف ان ده فيديو فيشغله على ان فيديو ان الكمبيوتر عايز يعرف هو ايه عشان يعرف يشغله كويس انما اول ما انت تشوف اسمه تفتكر هو ايه لان انت اللي حطه على الجهاز فانت فاكر ان يعني ايه يعني ايه ويندوز ديت حلقة من حلقات سنقلها الكمبيوتر انت كنت تفرجت عليها فيها فيديو ليشرح يعني ايه كمبيوتر يعني ايه يوندوز خلاص نما الكمبيوتر مش فارق معها الاسامي الكمبيوتر فارق معاها الانواع ده نوعه ايه ده نوعه ايه ده نوعه ايهничه فهو عشان يعرف الانواع بي بص لمنتدة بي بص للاقضة وبعدها تلت حروف كح boyice جدا هل فيه امتداد تانية اه فيه امتداد تاني ممكن الاقي مثلا كتاب مثلا كتاب ايه الموسوعة الهندسية برضو واكتب انجليزية الموسوعة موسوعة الهندسية كويس واعمل نقطة خلاص هلاقي ايه ده مكتوب لاما دي او سي ماشي وفيه امتداد جديد عملوه برضك يعني ايه نفس الموسوعة الهندسية دي هلاقي مكتوبة اه عايز اعمل منها كوبي كليكي من كوبي وجه تحت هنا اقول له ايه نقطة في حاجة تانية اسمها دي دي او سي اكس ده كمان برضك ببين بيفتح بس ده بيفتح باي وورد ده بيفتح بالورد الفين وسبعة بس اللي هو الاصدار الجديد اللي شركة مكتوبة عملها كويس كويس في كمان ممكن الاقي الكتاب ده الاقي اسم الكتاب اي اسم بقى وبعدنا نقطة وبعدين بي دي اه في بقى ده كتاب بقى الكمبيوتر بيبص للامتداد بيعرف وده ايه خلاص يبقى ده الامتداد اللي هو الامتداد ده بيساعدني انا كمان ازاي فرضنا ان انا عندي حاجة اسمها يعني ايه ويندوز ومش هتشتغل وانا ما عنديش البرنامج اللي اشغالها يعني انا هي مش هتشتغل عشان ما عنديش البرنامج طب انا عرف البرنامج ازاي اقوم جايب فرضنا ان انا مسلا ما عنديش البرنامج اللي نشغل durchnmv ما عنديش لو ويندوز ما عنديش ايه برنامج فيديو كويس عندي حاجة اسمها يعني ايه ويندوز ومش عارف هي ايه مش عارف هي كتاب ولا صوت ولا صورة ولا انا عارف ولا كمبيوتر عارف وما فيش حد عايف الشغالها دي بقى ايه الحل اقوم خلي الامتداد بتاعها يظهر ازاي بقى الامتداد بتاعها يظهر اهي ده دوقتي هل الامتداد بتاعها ظهر لأ طبعه اسمها بس الازار فاقول له فولدر اوبشنز للناس لو رجلت للفيديو بتاع فولدر اوبشنز وهنا هايد ديت اقوم شايلها وقال له ابلاي اوكي هلاقي اسمها ايه دابليو امي في دابليو امي في خلاص دتوقتي انا عرفت ان نوع الحاجة اللي عند اسمها دابليو امي في لكن لسه ما شغلتهاش لاني ما عندهش البرنامج اللي شغلت انا بفرض ان انا ما عندهش برنامج للشغل كويس اروح بقى لحد واسألهم يعني اقول له انا عايز حاجة برنامج يشغل حاجة امتدادها دابليو امي فيقول لي اه ده الويندوز ميديا بلاير اه ده كي لايت اه ده برنامج كزا اي برنامج كويس او ممكن ببساطة جديدة جدا او ام داخل على نت وكاتب على جوجل دابليو امي في داخل على جوجل نفسه وكاتب ايه دابليو امي في واقول له ايه بحث هيتطلع لكل ما يتعلق بالدابليو امي فيديو هيتطلع لفيديوهات اه 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 امي في وهيتطلع من WMV لأي حاجة تانية وهيطلع لبرامج يشغل WMV وهيطلع لكل اللي انا متعلق بالWMV احد ادور 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 حد ما لايك. لو انا مش هعجبني الكلام ده ممكن اكتب على جوجل برنامج يشغل WMV بالعربي. اكتب برنامج يشغل WMV او برنامج يدعم WMV. كويس? فالمستخدمين العرب لو كانوا رافعوا نفس الموضوع قبل كده وتكلموا عليه عن نت. الاقي البرنامج. فده فكرة ازاي شغل حاجة ما اشتغلت. ما بتشتغلش. طب يا شكل الحاجة اللي ما بتشغلش عاملة ازاي. شكل حاجة بتشغلش كده اوه. كويس اوه. ده شكلها. ده شكل الحاجة اللي ما بتشغلش. يا اما صفحة بيضة خالص زي ما هو عندي كده. اما صفحة بيضة فيها ستة نقطة كده. نقطة ونقطة ونقطة. نقطة ملونة كده. خلاص? المهم ان انا بمضغط عليها. هيجيب للصفحة اللي انا شايفها ده. يقول لي اه اه هي ده بتشتغل ببرنامج ايه? انا مش عارف. نقلك برنامج من البرامج دي. خلاص? اوه مضغط مسلا على النوت بات كده. اقول له اوكي. هيفتحه بالنوت بات. خلاص ما ده نفتح بالنوت بات خلاص. ده نفتح ولا قيده شغال. ممكن يفتح ولا مش شغالي. بقى النوت بات مش بداع. كويس? ده شكل الحاجة اللي ما بتشتغلش. كويس جدا. هناخد برضك ازاي ستة ببرنامج وزيفك تصيبه. نبرجعنا هنا. ده خلنا جوه برامج مهمة. وقلنا مسلا الافانت القديم دي انا عايز اصطى ببرنامج الافانت اللي نسخة القديمة. مش عايز النسخة الجديدة. يعني النسخة القديمة فهم مميزاتها كتر من جديدة. فالمهم الافانت او مضغط عليه ضغطتان. هيقوم جايب لي اللي هي الرخصة. فيقول لي انت موافع على الرخصة ديت يعني ايه جايب لي شوء اتفاقية كده وكتاع. والشروب بتاعتنا وانك ما ينفعش تستعمل كذا وانك ينفع تعمل كذا. هقول له ايا جري. دايما بعلم على الحاجة الخضرة. بصدع الحاجة الزرق. الحاجة بس هو غالبا بيسيبها على الحاجة الايه كويس. ان انت عايز سطى بالبرنامج. انما ممكن احيانا احطوه على كنسة واحطوه على ايه حاجة تاني. انا بس لنا كده واشوف بمشي مع الايه مع المتعلم عليها بزة زي ما حضرتكم شايفية. نيكست. وبقرى طبعا الكلام ده اقرأه لو انا فهم في الانجليزي لو مش فهم بمشي على الازرق وبتعود من وارثة. بتسطى بالحاجة. كده البرنامج السطى. بس. بيجي بعد كده اقول لي كله فينش بيقول لي رن يعني اشغله بعد ما ما اقفل وفنش دي يعني اقفل. بس في الوقت هيشغله بعد ما اقفل. بتاع اللي هو اقلنا عليه البرنامج اللي بيفتح النت زي اللي تكسب له. نفس الفكرة. خلاص? نقفل البرنامج. ده. يبقى ده ده تصليب البرنامج. ان انا بضغط على البرنامج. انا انسطى برنامج تاني مثلا زي ايه? زي مثلا خلينا هسان ايه? ها نسطى برنامج زي ده. ده نضغط عليه ضغطتين. برنامج بس ما ما يكون عايفة ما بيعمل ايه? ده برنامج. ده البرنامج اللي بس سطابه ده اللي هو ده بيشغل الاستوانات. فيه نوع من الاستوانات. يعني لما وحط الاستوانة على الجهاز ممكن يخليها بامتداد اسمه ايزو. بحيس ان الاستوانة تتحط كمنا. كويس? فانا اعمل لها اه تخيلي. اه مالوش اه مالوش اه وجود. فكأني بدخل الاستوانة رغم ان ما فيش استوانة اصلا. الاستوانة عندي على الهارد. فالمفروضة اشغلة عادي. بس هي مش تشغلة عادي. فانا اعمل لها استوانة تخيلي. عشان تقتنع ان فيه دي فتقوم شغالة معي. فده البرنامج اللي بيعمل ديمون توز دي الموضوع ده. فقول له لو انه جانا اه 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 احنا بقى بيجيلي الموضوع ده. فيه برامج كتير مهمة بتحتاج انك تعمل رستارت الجهاز. فانا هقول له لا طبعا شلنا ولستارت الفيديو ده هيروه. فقول له cancel. يعني اقول له اه ما تعملش رستارت. هو بيقول لي لازم عشان اكمل تصريبي البرنامج ده اعمل رستارت. فانت في الوقت العادي بتقول له اعمل يا سيد. انما دلوقتي انا بقى اشغال في حاجة معانا. فلو عملت رستارت لحاجة اللي انا بعملها دي هتروح. فدايما ما نضغطش اوكيه على الفاضي والمليانة. لا نقرأ الكلام ونعرف. لما نلاقي كلمة التساطي بقى هو عايز يعمل ايه? بقى هو عايز يعمل رستار. طب البرنامج ده فرضنا ان هو مش حاجمني. عايز افكي تصطيبه. يعني عايز اشيله من عجاز. يعني اشيله من قلق من. بدل ما هو اخد لي مساحة وانا ما بشغلوش. خلاص? اهم اه اهم فكك تصطيبه. فانا افكي تصطيبه ازاي? اقول لحضراتكم. ممكن اخش على مال كمبيوتر. ومن هن ادقوا. جبناها قبل كده. افكي تصطيب البرنامج من هنا. ده حل. في حل تاني. ان اخش على واخش على من الكنترول بانل برضك هلاقي اجيب بتاعتها. هلاقي هنا اهي. هي هي نفس نفس الشكل. كويس? فانا فرضنا ان انا مش عايز هسطب برنامج ايه? انا عايزهم كلهم. اي برنامج من ده حتى انا مش عايزه سطبه. بقوا معامل حاجة سهلة جدا. واقف على البرنامج. انا افرض ان انا مش عايزه سطبه. خلاص? فبقوا على البرنامج. ماشي? ومش عايزه سطبه. كويس. او نضغط نوعه على الزردهم. يعني عايزه يتفكت اسطيبه ويتشال من على الجهاز. مش بمعنى يتشال نوعه يتحزف. لا. لان الاصل موجود هناك. في المكان زي ما احنا شفناه الاصل. ده الاصل بتاعه. كويس? ده الاصل بتاعه. فالاصل ده يتاني عندي. بحيس لما احتاج البرنامج اقدر اشغاله. اقدر افعله. اقدر اصطابه في اي وقت? انما انا هنا عايز اشيله من آآ ان الجهاز يحطه في اعتباره. يعني شيل البرنامج ده من دماغ. خلاص? فاقول له يقول له اقول له يبدأ يشوف يحزفه كأنه ايه? كأن الجهاز يشوف يتحزف من اين من السي من اللي احنا رحناه. النمو الاصل موجود عندي. يعني لو حبيت اصطابه تاني اصطابه حال. اصطابه حال اصطابه حضراتك. بعد ما انا فكيته دلوقتي هو هارجع اصطابه تاني. دلوقتي ما حدش موجود عندي حاجة اسمها انطريتك اسمها هو مسينج شوف المكان بتاعه كان مكان بتاعه هين. مكان بتاعه بقى فاضل دوقتي. خلاص لو دغطنا على مش هنلاقيه. طب انا عايز اصطابه بقى دوقتي اهو مضغط عليه. نيكست. اعلم على يعني انا موافق اعلم على الصح تقوم نيكست الشغال اهو مدغيس على نيكست 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 فهيبدأ يستطابه تاني. الا يختلف فقط لما استطاب هقدر استخدمه. يعني البرنامج من غير ما استطابه ما اقدرش هستخدمه. انما لو استطابته هقدر استخدمه. في نوع تاني من البرامج ببيستطابش. اسمه البروتابل. برنامج بيجي من استطاب جهاز. ومن غير ما ياخد مساحة. يعني بيجي واسع بيجي كبير بيجي من مساحة كبيرة. بحس ان انا ما استطابش ولا وجع في الدنيا. خلاص? وفي نفس الوقت ما شغلش راماته مش خيلش الجهاز و مش عملش احبا. فده الصورة من صورة البرامج اللي بيعملوها اسمها ايه? يعني البرامج ايه? اه يعني البرامج الجهازة مش بحتاجة ايه? تسطيب. أرجو ان يكون فكرة البرنامج وفكرة التصطيب وفكرة فك التسطيب الانستول تسطيب يعني فكرة تسطيب يعني انستول. ده البرنامج. كده بقى عندي حاجة اسمها يوم مسينجر تاني اهو. رجع تاني البرنامج اهو. خلاص اخش عليه احطينا الايميل بتاعي واحطينا الباسورد واخش عليه عادي. جدا صغر دي شوية. صغر من فوق شوية. كويس. يبقى احنا كده استعرضنا الفكرة بشكل عام يعني ايه برنامج وفكرة تصطيبه ويعني امتداد والاا والكمبيوتر بيعرف في الحاجات دي هت ازاي ويشغلها ازاي بشكل عام. ارجو انتو اه تكونوا قد استفدتم معنا من الحلقات ديت ككل وارجو ان الناس تشوف الحلقات بشكل متداخل او بشكل متكامل بمعنى ان المواضيع كلها دخلة في بعض. فهي حلقات منفصلة متصلة زي ما متأكد دايما. فانت لو مش فهم حاجة تأكد ان فيه فيديو تاني هيكمل فيمك لجزء ان انت ما تشفهم. لو مش فهم او عندك سؤال او الصف صار ملح ابعت لنا على الايميليات او اه ارقام التليفونات المذكورة واحنا ان شاء الله ربنا يعينا ونبدأ عليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا لكم العشرة استمعكم مرة اخرى معدسكم القرآن عبد الحميد.